في زيارة تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس الانتقالي أسين بي كويتا السلطة في ماي 2021 يصل الرئيس سينيغالي ماكيسال رئيس الاتحاد الإفريقي إلى دولة مالي الاثنين للحديث عن المرحلة الانتقالية وسط توقعات بلعب دور وساطة لحل الأزمة الصاملة بين باماكو وأبيجون على خلفية اتهام سلطات المالية رسمياً 49 جندياً من كوديوار بمحاولة زعزعة أمن البلاد بعد توقيفهم في مطار باماكو زيارة تأتي في وقت تشهد فيه مالي توتراً مع شركائها بعدما قررت ألمانيا تعليق عملياتها العسكرية في إطار بحثة المينوسما بعد رفض باماكو السماحة لطائراتها بالتحليق في أجوائها على اعتبار أن هذا الأمر مساس بسيادة الوطنية وأمن البلاد يقول وزير الدفاع المالي تطورات تأتي أيضاً في ظل توجه المجلس العسكري المالي نحو روسيا وتأكيده مؤخراً على أهمية دعم موسكو لبلاده سيما في مجال مكافحة الإرهاب لتتغير العلاقات بين باماكو وباريس أين أدار المجلس ظهره لفرنسا تبعته موجة غضب شعبية رافضة للتواجد العسكري ليتحول بذلك التحالف بين باماكو وباريس إلى العداء ويضع المجلس العسكري في مالي حداً للتواجد الفرنسي في بلاده والإعلان عن إنهاء الاتفاق العسكري الدفاعي مع فرنسا المبرمي في 2014